لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك رح نحكي كمان بالموضوع الثاني اللي بيشغل بال الكثير من الأخوة إنه دايماً سؤالهم عن الكحول الكحول فيكن تستعملوا بس هيك للتذكرة فيكن تستعملوا الإيتانول 99.9 أو 96% والكحول هو أكتر مادة مذيبة يعني تستعمل في صناعة العطور يعني هو أهم مادة مذيبة تستعمل بصناعة العطور هلأ رح لكم شو السبب بس في مذيبات كتير متل الديبروبيلينجليكول أو الديبروبيلينجليكول في الكوكونات أويل في الكاسترول أويل كتير من المذيبات اللي تستعمل مع العطور أو مع الأشياء السولد مثلاً الكريمات أو غيره ولكن الكحول هو الأهم منا والأكترهم يعني أكترهم مرتبة بالشرف ليكون مذيب للعطور لسبب إنه هو المادة الوحيدة يلي ممكن تستعمل على البشرة يلي بتعطي التدرج بالتبخر يعني هو المادة الوحيدة يلي بينقلك نوتات العطر للمواد المكونة للعطر بوقتها مثل كأنه سامفونية عم تعزف يعني ما بتقدر تطلع على الجاز على سبيل المثال أو ما بتقدر تطلع على الكليارينات يسبق مثلاً لدرامز ما بتقدر تطلع على العود يسبق الناي على سبيل المثال كله متناسق بنوتة موسيقية واحدة ليشكلوا هاي السامفونية فما بيطلع هاي النوتات بوقتها ومرتبط بدرجة التبخر تبع المكونات للنوتات العطرية إلا الكحول يعني اللي بيسمح أنه هالنوتات تطلع مثل ما صممت بالهرم العطري يعني مثل ما المصمم بريدة بهالهرم العطري يلي بدي أقوله أنه من الأشياء المهمة طبعاً أنه الكحول لحتى أنت مثلاً ممكن الناس تيجوا تقول أنه أوكي بالهرم العطري وليكن حدا صمم أو مصمم صمم هالهرم وببدايته حط العود وبالوسط استعمل مواد أخرى وبالقاعد استعمل كمان العود طب كيف العود استعملوا به التوب نوت واستعملوا به البيز نوت هون أكتر الأخوة بتضيع بهذه القصة ولكن رأيي كشخص عم يشتغل بمجال العطور ودائماً بحب أنه أتعلم وبيهمني كتير أراءكم بهذا الموضوع وللناس اللي يتمرسوا بهذا الموضوع أنه إذا بدي أستعمل العود ممكن استعملوا بالقاعدة بنسبة معينة وممكن استعملوا بالتوب نوت بنسبة معينة يعني اللي بيسموه أنا هيك بشتغل فيه لحتى يطلع معك العود بالبداية وبالنهاية مثلاً باخد تركيز بالقاعدة وليكن وقت أنا يعني أحطه بالموزيب العود ممكن أخد تركيز مثلاً 50% ممكن أخد 20% ممكن 10% ولكن بالبداية أو بالتوب نوت ممكن استعمل مثلاً 5% ممكن استعمل 1% ممكن استعمل 0.1% أو أقل فهون بتكون نسبة التركيز هي يعني مثل الجوكر أو يعني الأداة الساحرة اللي ممكن تطلع لي العود بالبداية والنهاية هاي معلومات كتير مهمة انتبهولها وهيك بكفي لليوم كونوا بخير محبتي لألكن بأمان الله كونوا بخير